أكدت وزارة الأوقاف على حجاج بلادنا بعدم استغلال الحج للدعاية السياسية والمذهبية جاء ذلك خلال ترأس وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة مختار رباش اجتماعا برؤساء اللجان الميدانية والإشرافية لموسم حج هذا العام وشدد الوكيل الرباش على أهمية أن تقوم اللجان الميدانية بواجبها المناطبها في خدمة الحجاج وتقديم ما يلزم من خدمات وتسهيلات لحجاج بلادنا على أكمل وجه ودعا إلى ضرورة الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية من أدل الحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن منوها بالجهود والتسهيلات التي تقدمها المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن عدم استخدام أجهزة التصوير بما فيها الهواتف النقالة للتصوير لأهداف تمس أمن وسلامة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وقاصدهم أو استخدامها كوسيلة لممارسة قد تخل بالأمن أو النظام العام مثل رفع بعض الأعلام السياسية أو رفع بعض أعلام الدول أو نشر شعارات سياسية أو حزبية أو توجهات فكرية أو طائفية واستخدامها إعلاميا في مواقع التواصل الاجتماعي وخلافها هذا ممنوع منعا باتا